تشكل المحاصيل المستوردة هنا عبءا ثقيلا على المنتوج المحلي الذي أصبحت أسعاره لا تغطي تكاليف الزراعة والحصاد والرعاية إذ يباع الطن من البطاطا المحلية في مزارع الأنبار بسعر لا يتجاوز 200 ألف دينار الأمر الذي دفع الفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية إلى المطالبة بضرورة دعم المنتوج المحلي للحد من تلك الخسائر الكبيرة وجاي نشتري البطاطا على حسابنا السماد على حسابنا وكلها بالسوق السوداء وبعدين مننا نجيبها نزلها للسوق نلاقي يعارضنا المستورد المستورد يعني دمر الفلاح دمار دمرنا دمار يعني احنا نودي المنتوج مانا للسوق نبيعه ما يسد محصوله ما يسد الخسائر مالتنا المستورد نعم أثر علينا يجب على الدولة أن عندما تجلب لنا المستورد بلاعتنا هم ما تسوقها يصير تسويق متبادل بيناتنا احنا مو بس احنا نتأذى والناس تنتفع لا عمل لا بذور لا أسمده كله تم مسد فردنا مسد وخلناها أمام عيونكم خلناها بلقى ما نقدر نسلحها لحد الآن العزوف عن زراعة الأراضي أصبح أمرا سائدا في مناطق جنوب الفلوجة لعدم قدرة المزارعين على تحمل تكاليف الأسمدة وقلة التسويق لمنتوجاتهم بعد أن غازت المحاصيل المستوردة الأسواق المحلية وبأسعار منافسة رغم ضعف جودتها هذا ويأمل فلاح محافظة الأنبار أن تلتفت وزارة الزراعة إلى مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة التي لم تزرع بسبب قلة الدعم الحكومي من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة